انا مش عايز اتكلم بس عن تفاصيل في الجزء التاني عشان انا محرقش حاجة لحد بس لا احرق ما تخفيش لا ممكن تحرق انت مش حرق هو مش هيحرق فانا مش هحرق بجد لا خلاص انا بوس انا بوس الشخصية بتاعتي مش هتطور في الجزء التاني ان شاء الله في التالت وانا منتظرة التاني بفارغ الصبر عشان الناس كلها يعني بتتكلم على فكرة انه مستنين لاني سفرح وعايزين يعرفوا بذات ان النهاية كانت مفتوحة والنس عايزة تعرف البيبي ايه و فكل ناس بتبعتلي فانا نفسي عندي شغف ان انا الناس تهدى لان انا بيتبعتلي مسجز كل يوم هو هيحصل ايه انت متخيل ان شاء الله الجزء الرابع في كلام ان احنا زي دلوقتي ان شاء الله السنة الجاية الصعوبات اللي وجهتني ان انا خايفة انا جابانة عشان اهلي خايفة عليهم جدا مش على نفسي والله وعلى فكرة ان انا بتنقل من لوكيشن ل لوكيشن فانمش عايزة عادي حد وخايفة عالناس وانا ضمير هيقنبني اوي لو انا كنت السبب ان حد تعب فانا قلقان عشان الناس والله اللي تغير في فترة كورونا ان انا كان عندي مساحة اكبر ان انا اكاريت وعمل فيديوهات والفيديوهات اللي انا عملتها دي الحمدو اللي عملت صدا كويس ان انا تعلمت الطبيخ ان انا شفت اهلي ان انا لعبت رياضة وبطلت لعب رياضة من بعد ما ما كورونا خلص الحياة متحمسة جدا للتجربة التانية لانه هتبقى فرصة حلوة قوي ان انا اباين ان حتة ما بيمتقاش قبل هيك ده وهي دور تراجيدي شوية مش شبهي خالص ويعني عندي امل انه الناس تحبوه وتشوف ان انا اقدر اعمل ده وده كويس